السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت اشارك معاكم كده يعني حاجات خواطر جاتلي وانا في القيام يعني النهاردة الليل يعني. طبعا انا بشكر مكرون بصراحة يعني هو انا دايما ببص للنحية الايجابية يمكن حتى من كم يوم يمكن اكون من اول الناس اللي كتبت ان شيء مبهج ان وحد الامة الاسلامية اتوحدت على على شيء يعني. الحمد الله كتبت البوست ده من قبل حتى ما الناس تبتدي تدرك ده. فالنهاردة يعني بشكره برضو على حاجة تانية. انا بتدبر يعني النهاردة بقرأ سورة الانبياء. سبحان الله اول مرة يعني اخد بالي بتركيز يعني ان سورة الانبياء وكأنها دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنها رد تماما على مكرون يعني. فاول مرة تدبرها بالسورة دي واربطها بالواقع دايما بربط الايات بالحادث الواقع يعني. فالاية بتبتدي دايما بالتنزير بالانذار يعني اقترب للناس حسابهم وهم في غفلاتهم معرضون. بعد كده بيبتدي وكأن كان بيخضر كل صورة كأنها خطاب لرسول صلى الله عليه وسلم وأهم ما فيها الجزء اللي هو يجوء الايه وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا يعني سبحان الله السورة من 1400 سنة بتتكلم على اللي بيحصل دلوقتي وإن رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بدكر الرحمن هم كافرون وكأن الله سبحانه وتعالى يعني اللي استشعرته إن هو بيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم طول الصورة وبيقول له يعني بيقول له هدق من روعك يعني مش هقفه وابتدأ يجيب له الأمثلة كلها من من سيدنا إبراهيم وإزاي يعني واقعة تجهيز لحركه بالنار وابتدأ يجيب له صورة الأنبياء يعني أمثلة من موسى وهارون وأيوب والسيدة مريم ولوت ونوح كل ده وكأنه يعني تهدئة من الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الله سبحانه وتعالى وبيقول له يعني أنت مش أول اللي حصل قد استهزئة برسوله من قبلك ولكن لكن الصورة يعني ربطها بالواقع واضح أن كل الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه معجزات إحنا دلوقتي عصر المعجزات انتهى يعني سيدنا الله سبحانه وتعالى لما جهزوا لحركة سيدنا إبراهيم الله تدخل وقال يا نار كوني بردا وسلاما وكذلك برضو كل الأنبياء دعوا يعني دعوا فاستجابنا له وسيدنا أيوب كلهم استجابوا لكن إحنا دلوقتي في عصر انتهت المعجزات معجزاتنا المعجزة اللي إحنا بنعملها هي إحنا هي نصرتنا للرسول إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي نصر سيدنا إبراهيم وجعل النار بردا وسلاما أعطى الله الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة أخرى إن إحنا محبوه يعني بعد 1400 سنة أحبابه يعني وأصحاب مش أصحاب وأحبابه وهو إخوانه اللي قال علينا من 1400 سنة إن إحنا المعجزة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عصر المعجزات انتهى فالمعجزة بتاعتنا إن إحنا اللي بنقيده وإحنا اللي بننصره وإحنا اللي بندفع عنه هذا الاستهزاء يعني اقرأوا صورة الأنبياء وتدبروا فيها رائعة رائعة والله أول مرة أستشعرها بالجمال ده وبعدين إيه تسكيرن العذاب يعني العذاب يعني ذكر كثيراً الله سبحانه وتعالى تهديده لللي هم آزوا الأنبياء من قبل وحالياً طبعاً بيؤذى الرسول صلى الله عليه وسلم إن حصب الجهنم ولا يسمعون حسيسها ولا يستطيعون إن هم يشيلوا النور عن وجههم كل هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى إنه هيتدخل لكن يمكن في الأخيرة إن شاء الله بيهددهم بعذاب الأخيرة لكن إحنا لإن عصر المعجزات قلنا انتهى إحنا دورنا إحنا اللي إحنا نعمل المعجزة يعني طبعاً بعون الله سبحانه وتعالى معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم حبنا له واتبعنا له حتى إحنا وإحنا عصين يعني كلنا يعني هتلاقي لسبحان الله اجتمعت القلوب وإحنا أصلاً في مننا المتبرجة والكذا ولكن القلوب اتجمعت على الشئ ده فدي معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 1400 سنة فدي حاجة تبعث على السعادة والله يعني أنا سعيدة يعني سعيدة جداً الحمد لله فتدبروا مع سورة هتلاقوها كلها دي فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم واتبستوا كده واستمتعوا معايا بسورة الأنبياء اقروها اقرأوها بزاوية تانية وربطوها حدث دلوقتي هتلاقوكوا استريحتوا جداً ونستمر طبعاً اللي هي في معجزتنا اللي هي المقطعة بقى والحب وتأييدنا للحب للرسول صلى الله عليه وسلم بالأفعال على قد ما نقدر عشان نتباهى إن شاء الله يوم القيامة بإذن الله بحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم مش قادرة مش قادرة أقول لكم تفاصيل كتير الخواطر اللي جاتني من الصورة يعني النهاردة لأن عشان الوقت لكن كل ما داقت كل ما فرجت وكل ما هم مكروا الله يمكر كثيراً وتأكيداً لللي بقول إن هي الصورة كلها تأييد للرسول إن في الآخر قال له إيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني صورة الرحمة اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك زكرت في هذه الصورة آية الرحمة يعني فاقروها وتدبروا معي يعني ونعين بعد كده وربنا يتقبل إن شاء الله جهدكم السلم الجميل وجهدنا كلنا المقاطعة وربنا يا ربي يعين إن شاء الله وينصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين السلام عليكم